بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم عن اهم خمسين بشارة بيحمل علينا رؤية الملوخية في المنام هنتكلم سواء رؤية الملوخية الخضرة او نشوف ان احنا بنجهزها او نشوف ان احنا بنكلها اول بشارة لنا لما يشوف الرأي الملوخية الخضرة فمن الرموز نبشرة بقدوم خير وقدوم بركة للرأي كمان نبات الملوخية نفسه من الرموز اللي بتدل على سعادة وعلى استقرار سواء استقرار نفسي او استقرار عائلي كمان الملوخية من الرموز برضو اللي بتدل على ان الرأي بيحب الاعمال الخيرية او بيقدم المساعدة او الدعم للاخرين قدر المستطاع كمان الملوخية من الرموز المبشرة بتحقيق طموح وتحقيق احلام وكمان بتكون بشارة بتجاوز الصعاب وتجاوز هموم كمان من البشارات اللي بيحملها لنا رأية الملوخية من الرموز اللي بتدل على مال ومال حلال اه والمال ده هيكون اه سبب في راحة وفي سعادة للرأي كمان الملوخية من الرموز اللي بتدل على بهجة وعلى سعادة وعلى اخبار سعيدة هيسمحها الرأي كمان الملوخية برضو من الرموز اللي بتدل على آآ بركة وعلى تقرب من الله سبحانه وتعالى خصوصا لو آآ آآ الشخص يعني شوية غير آآ ملتزم كمان الرجل لما يشوف الملوخية ان زوجته بت بتنطفها فدي آآ معناها ان هي بتتمتع بآآ سمع طيبة وكمان آآ بيبقى في حب ومواد مبينهم وبتدل كمان على زوجة آآ مطيعة لي آآ زوجها آآ كمان التاجر لما يشوف الملوخية في اللمنام فبردو دي من الرموز اللي مبشرة لي بتآآ بتحسين في دخله وتحقيقه آآ آآ ارباح او تحقيقه آآ مكاسب آآ الملوخية التازى في اللمنام برضو من الرموز اللي بتدل على عوض من قبل الله سهى بناه وتعالى للرأي آآ آآ العوض ده هيخليه ينسى هموم او ينسى فترة كانت صعبة آآ في حياته آآ الطالب اوو الشخص المسافر لما يشوف اللموخية فبشارة آآ آآ به آآ نجاحه وبتفوقه آآ آآ سواء آآآ في في العمل آآ في الخارج. كمان الرائي لو كان بيسعى للحصول على وظيفة وشاف ان في حد بيهديه بملوخية فمن الرموز المباشرة ليه بعمله بوظيفة آآ مناسبة. آآ كمان من البشرات اللي هي بتدل على مكان عالية للرائي. سواء مكانة في عمله او مكانة اجتماعية بين الناس. آآ كمان آآ من الرموز برضو اللي بتدل على وجود اكتر من فرصة لنجاح الرائي والفرص دي ممكن كان الرائي بيعتقد انها صعبة ولكن هتكون آآ سهلة بالنسبة له. كمان رؤية الملوخية في آآ بداية السنة آآ برضو دي من الرموز اللي بتدل على مفكئات صارة وعلى تحقيق الكتير من الاهداف والتموح خلال العام. لما يشوف الرائي برضو انه آآ مش عارف يحضر الملوخية او يجهزها. فاحيانا بندل على آآ شوية صعوبات او شوية فشل في ان هو آآ يحقق شيء هو بيتمناه او آآ آآ عدم نجاحه في امر ما. كمان الملوخية برضو من الرموز اللي آآ لو شافها الرائي لو كان هو آآ غير ملتزم فبشار ليه بالصلاح وبصلاح حاله واللتزام. آآ كمان الرائي اللي عنده صعبات او عنده عقبات وشاف الملوخية فآآ من الرموز اللي بتدل على انتهاء الصعاب دي او انتهاء المشاكل دي. آآ كمان اوراق الملوخية في المنام من الرموز اللي بتدل على اموال هيحصل عليها الرائي. آآ كمان آآ الملوخية برضو لي آآ الشخص اللي بيمر بفترة آآ صعبة آآ او آآ بيمر بفترة فيها قلق او فيها طوتر او فيها آآ آآ شوية خوف آآ وشاف الملوخية الخضرة فدي برضو من الرموز المبشرة بانتهاء الفترة الصعبة دي. كمان الفتاة العزباء الفتاة العزباء ما تشوف الملوخية فبشرة ليها باخبار صارة هي هتسمحها قريبا. كمان الملوخية الخضرة او الملوخية الطازة من الرموز اللي بتدل على زواجها من شخص آآ كريم آآ من شخص من عائلة آآ محترمة آآ كمان من الرموز اللي بتدل على نجاحها سواء نجاحها في الحصول على عمل او نجاحها بالفعل في عمل هي بتعمله او نجاحها في التراسة لو كانت بتدرس او لو كان عندها مشروع او عمل خاص فبشرة برضو بنجاحها في وتحقيقها مكاسب وتحقيقها ارباح آآ مادية يمكن في فترة آآ قصيرة. كمان الملوخية الخضرة من الرموز برضو اللي بتدل على طموح وعلى آآ تحقيق ادرائي او او سعيه لتحقيق آآ طموحه. وكمان بتدل على ان هو بيستغل كل الفرص المحيطة به عشان يوصل له النجاح ده. آآ كمان ورق الملوخية ليه الفتاة العزباء آآ برضو من الرموز اللي بتدل على آآ آآ اصدقاء جديدة علاقات جديدة هي هتتدخل فيها هتتعرف على ناس جديدة آآ هتتتكون اصدقاء آآ جداد او معارف آآ جديدة. آآ كمان المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الملوخية الخضرة فبردو من الرموز اللي آآ بتدل على مناسبات سعيدة على حدوث آآ آآ هتغير مجرى حياتها. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على تبتيل آآ في احوالها للأفضل و آآ للأحسن. آآ كمان الملوخية آآ 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 للمرأة المتزوجة آآ من الرموز اللي بتدل على الانجاب يمكن بعد آآ فترة طويلة او بعد يعني تأخر شوية آآ آآ او بعد صعوبة يعني خصوصا للمرأة المتأخرة او اللي كان بتاسعة للحمل من فترة. فمن الرموز اللي بتدل على الانجاب. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على محبة وود بينها وبين آآ زوجها او آآ محبة وود بينها وبين عائلتها بشكل عين. آآ كمان الملوخية للمرأة المتزوجة بشارة لها بحصول زوجها على اما عمل جديد لو كان هو بيسعى لعمل. والعمل ده هيعود بمنفع عليه وعلى آآ وعلى آآ اسرتها هيعود عليها باموال بمكاسب او لو كان هو بيعمل فبشارة لها بترقية وبمنصب هيحصل عليه وكمان برضو المنصب ده هيعود عليهم باموال. آآ كمان المرأة الحامل برضو لما تشوف الملوخية فبرضو من الرموز اللي بتدل على آآ آآ خلو الجنين من الامراض وتجاوز فترة آآ وفترة الحمل بآآ سلامة. آآ آآ اكل الملوخية للحامل برضو من الرموز اللي بتدل على ولادة آآ سهلة ولادة آآ ميسرة آآ كمان احيانا بتكون اكل الملوخية آآ لي المرأة الحامل بتكون بشارة بانجاب بنت والله اعلى. آآ واعلى. آآ كمان الملوخية للمرأة المطلقة او او المرأة الارمالة آآ من الرموز برضو اللي بتدل على سماحها اخبار سعيدة آآ كمان تخطيها آآ آآ فترة صعبة كمان من الرموز اللي بتدل على آآ آآ يعني هيكون في فرصة دانية للزواج آآ من شخص آآ آآ افضل مما سبق. كمان الملوخية اللي الخضرة برضو من الرموز اللي آآ مبشرة برضو للمرأة الارمالة بالزواج. آآ ده كده باختصار عمل البشرات اللي بتحملها رؤية الملوخية في المنام آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله اردت عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. شكرا شكرا